الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر شكرا لكم لا إله إلا الله وحده لا شريك نت قال في محكم التنزيل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا وشفيعنا وهادينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد يا رسول الله أنك بلغت رسالة وبيت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله عز وجل بك الغم واجهدت في الله أفضل جهاد وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا فاللهم اجزهي عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن دعوته وارض اللهم عن آل بيته الطيبين الطاهرين وعن صحابته الغر الميمين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الأخوة الأحباب نازلنا وحضراتكم مع الحضارة الإسلامية التي بنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة نتحدث اليوم عن عناصر بناء هذه الحضارة التي بدأت في هذه الدولة المباركة المدينة المنورة على صاحبها الصلاة والسلامة حين يستحضر ويستعرض كتاب السير الأعمال التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المباركة يذكرون أبرز هذه الأعمال ألا وهي بناء المسجد المؤاخات بين المسلمين من المهاجرين والأنصار والأنصار فيما بينهم من أوسن وخزرج والوثيقة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤكد الحقوق والتعاون بين المسلمين وبين اليهود والحقيقة أن هناك أيضا أمورا هامة لا تقل أهمية عن هذه الدعاء بل إنها تسير في نفس المسار تماما بتمام فيقول كتاب السير لقد تزامن مع بناء المسجد الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بجانب اقتصادي كبير للمسلمين حتى يتميز المسلمون حتى يكون لهم القوة الاقتصادية التي يتحكمونهم فيها لا يتحكموا غيرهم في أقواتهم وفي معاشهم وأرزاقهم فبنى النبي صلى الله عليه وسلم السوق وقال هذا سوقكم لا يضيعوا ولا يخذلوا من جاءه أقام النبي صلى الله عليه وسلم السوق بيده المباركة الشريفة وحث الصحابة الكرام على أن يتعاونوا وأن يبتاعوا وأن يشتروا في هذا السوق ليكون مركز اقتصاديا جديدا للمسلمين لكن السؤال لماذا؟ إذن الدعائم التي أعقابها رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا البنيان الجديد بناء المسجد لأنه الاتصال الروحي بين المسلمين وبين خالقهم ومركز تجمع المسلمين ومعرفة أخبارهم ولقائهم بقائدهم وحبيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت الله عز وجل هذا جالب هام يلتقي المسلمون فيه للصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام والإسلام ليس دينا كهانوتي صلي في المسجد الخلاص ونسى حياتك الأخرى بل إن الإسلام نظام شامل ينظم جميع شؤون حياة المسلم فالإسلام الذي أمرنا بأن نصوم وأن نصلي أمرنا بأن نتقل لها في تجاراتنا وأن نتقل لها في صناعاتنا وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن نقوم بأسباب بالأسباب التي يسرها الله في الكون فقال سبحانه وتعالى وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ضرب الله عز وجل لنا آيات وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون والله تعالى لفت أنظارنا إلى أن ننظر في العالم المتسع وفي أنفسكم أفلا تبصرون جانب روحي نعم لكن جانب نظم شؤون المسلم الخارجي فكان لابد من أن تكون للمسلمين قوة اقتصادية أسسها الرسول الله صلى الله عليه وسلم ميديني صلى الله عليه وسلم ميديني صلى الله عليه وسلم ميديني الصلى الله عليه وسلم أولا هو أولا هو قرارة مزيدة الثانية هو أصدر أصدره بين المسلمين من المحاجرين من مكة ومن المدينة ثاني هو أصدره بالرغم بين المسلمين والمسلمين وعلى المنزل في الوقت ولكن هذا لا يقوم بشكل ما قد رسول الله تقوم بعمل وشعر قال في الوقت الوقت التي حدثت الناس جانبه يجب ان تفكر في العمل المسلمي وهذا العالم وقمت بيجانب المسلمين لأن في الوقت كانوا يحبون جهش حسناً لعيزها المسلمين أن ينفق السلاث والسلام وأن يتحق العمل بالحلال إلى تحرك السلام فهي أجل السلاث والسلام قمت بحكل المرقب ثقاف ويقول أن هذا排هد الهدف أولاً للمسلمين في ذلك الوقت لإمكانك العالم من المسلمين لأن المال سيأتي بينهم ويجعل المسلمين بشكل مختلف لأنهم مؤمنون أخرى من الناس كانت أفضل المسلمين بشكل مهم ما رسول الله عليه الصلاة والسلام لإمكانك العالم من المسلمين كما تغيير المنزل والمسلمين ومع المسلمين ومع الله عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى تحضر المسلمين ومع الله سبحانه وتعالى تحضر المسلمين ومعه وتعالى ومعه وتعالى ومعه وتعالى لأنهم سوف يقومون المسلمين أو المسلمين ما يسمى الإسلام إحتكار؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الإحتكار ما نحتكرة سلعة للمسلمين فهو من الظالمين سوف يقومون فهو من الغنال فهو سوف يجب سوف يجب سوف يجب ومعه وتعالى ومعه وتعالى فهو يقومون فهو يقومون هذا هو مجرد سيحظ للمسلمين فهو من الظالم وعندما أصبحت المسجد من المنزل، لم يتذكر في الحياة الناس نعم، يأتي إلى المسجد للمسجد، ولكن أيضًا للمسجد المسجد لذلك يبدأ في المنزل، وعندما نعرف المسجد بين عبد الرحمن بن عوف رجال الله عنه وارضه من المهاجرين وقامه من الأنصار سعد بن الربيع عليه من الله سحايا بن رضوان وإن عبد الرحمن امغرار إلى المدينة سعد قاله أنا لدي أموال، أنا لدي أموال وأنا لدي أموال، وأنا سأخبر أحد منهم، وإنك يمكنك أن تتحقق لكن عبد الرحمن بن عوف لدي عفة وهو يسمى أحد أموال الأخير من الإسلام لا يظهر إلى أي شيء يوجد أمواله سيكون أموالاً بما الله عز وجل لديه برؤية عنه، سأخبره من الله لك في مارك وبارك الله لك في أهلك دلني على السوق أخبره إن الله الله بلس تحقك، بلس تحقك، بكل أموالك سأخبرني مرأة، وقام باك في المدينة وأخبره للعلقاء، ون الوقت في الوقت، فمعنه لدته سعد بن ربيع سعر بن ربيع من الحق لأنه محيط من الحق هذا يعني أن المسلم المسلم يجب أن يأخذ كل المسلمات لنا لأن تظهر إلى المسلمين الآن ليس في كل المدين بالطبع الحمد لله رب العمين ولكن عندما تظهر إلى المسلم المسلم يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يكون نعم أن يجب أن يجب أن يمتصن العبار من السفادات وهنا قد أن نفهم أن نفهم نرحله ونخ фильع أدا gemacht ما فيما نصر sniper ونب skip التي نظل هذه التفاعل is very important for the Muslim office to learn from what of our surge I guess who suggested so when I will Messenger to Medina yes he built the message yes he made this the Brotherhood between the Muslims and he made the agreement to do the muslims and the muslims and number four is he don't the market he built the market up to now the people of Syrah said the market up to now very close to the message of Rasulallah till early people used to go to the message to the same market what the Rasulallah assalam assignment for the second or number four is you know all the people of Mecca was shovel or they are business people when they immigrate to Madinah people of Madinah was god of agriculture so when Sahara immigrate to Madinah Rasulallah is that to us Adam in capitalism to plant and to work in agriculture to feed themselves look to us yes he is a prophet but when he went to Madinah he found big very cool very but hard but hard at that time that very was vacant no plant in it and has all the unclean water in it so Rasulallah assalam went and he looked at this valley valley big valley and he said but hand on one of the branches of the Jannah there are which is me streams water or but to work and to farm this area up to now but hand has the most beautiful dates we are eating another valley called valley ghabra but now called valley khadra this valley Rasulallah assalam when he went to Madinah was also vacant no one use it because people doesn't care about it so Rasulallah assalam and he went and he went to the family to farm in this valley because they need to eat and Rahim Allahumman called inna umma la temliku quutaha min dharbati fesihah la takhruju kallimata ha min rasihah any nation doesn't own their own food all their decision will not be from their mind whoever will give them they will fall so Rasulallah assalam want to build a unique umma strong financially economy and spiritually not only come to the masjid and be good with allah ta'ala and you live in your life nuka hanut in islam work pray and take all the reasons allah ta'ala said what you mean take all the reason for your life like you are living forever and also in the same time do good for yourself like you will buy into more which mean you have to balance between your daily life and pleasing allah subhanahu wa ta'ala okay you 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 all you 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 أخذ بكل الأسباب ليبني هذه الأمة الجديدة تخيله وخرج والمسلمون مطرودين من مكة إلى مكان جديد يسمى يثرب يسمى المدينة فلا يجوز فقط ولا ينفع أبداً أن يعقوا في المسجد ويتعبد الله من أنه سيأكلون بل عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب ودل نحن عاوزينه كمسلمين ما ينفعش كلنا كون دلويش تكون دلويش بس يكون الدكتور متميز ما شاء الله يكون المهندس متميز لما ما عندنا الفكر أن أنت أقعد في الجامع والله يبعث قال الله سبحانه وتعالى وفي السماء يسققكم وما توعدون نعم هو الرزاق لكنه سبحانه وتعالى جعل لكل شيء ساب الذي أمر مريم عليه أن تهز الجزع جزع نخلة في حالة المخاض في حالة الولاد أليس قادر سبحانه وتعالى أن ينزل عليها الرطب لكنه أمر أن تأخذ بالأسباب قال الله وهزي إليك الجزعة يساقط عليك الرطب الجنية ورحمة الله يمام الحنيفة رضى الله عنه رضا يقول لا ترغب أن يوما بالعجز عن الطلب ألم تر أن الله قال للمريم وهزي إليك الجزعة يساقط الرطب ولو شاء سبحانه جنته من غير هز لكنه قدر لكل شيء سبب فأمتنا الإسلامية أنا أستغرب مثلا من أبنائنا وخبابنا رحمة الله يجي يقول لك اذهب للمدرسة وتعالى لا أطلعيش يا أخير أنت هنا يكرم الأم على يديك أنت ليه تستقل بنفسك ليه تستقل بنفسك والنبي عليه الصلاة والسلام لو عاش بأعقلية دي المكان في مدينة عملة كم كان في شيء فالنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر يكون بنات جامع عشان دي اتصالت مع الله سبحانه وتعالى بيت الله وبعدين المؤخال التي هي يعني وحدت المسلمين وجعلتهم جسد واحد قال الله تعالى وَألف بين قلوبه لو أنفقت ماء في الأرض ما ألفت بين قلوبه ثم أمن جيرانه فعمل معهم المعاهدة مع يهود بني قيمطاع يهود بني القريزة يهود خير وفي نفس الوقت أقام السوق نحن في الإسلام قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربع في المجال حتى لو أنتم سالك واحد فلوس ومش معاه قال الله وَإِن كَنَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرُ لَكُمْ إِشْ مَعَاه؟ اعفو عنه عشان يعفو عنك ربه سبحانه وتعالى في الحديث أن الله تعالى أمر برجل كان يأمر غلمانه وكان يدائي للناس فيقول لهم من وجدتموه معسرا فخلوا عنهم فلما كان يوم القيامة قال الله له ما الذي حملك على هذا؟ قال تخفيف الناس قال أنا أولى بذلك منك اذهب ودخل جنة برحمة يزاب كان يخف عن الناس ويعفو عن الناس عفو الله عنه سبحانه وتعالى فالمعنى بنا النبي عليه الصلاة والسلام المسجد بس يخلوا بالك بالله الغارب لأن الخطبة تخلينا ننفع أن نطلع منها بفكر معين بنا جانع آخر من الناس عمل معاهدة مع اليهود وما تركش المسألة كده بنا السوق حتى يكون المسلمين المكان يبيعوا فيه ويشتروا ثانثا اهتم بالجانب الزراعة صلى الله عليه وسلم حد محمد معانا والي بطحان دي كان زمان في تكوبة السيرة أنه كان كان تقول منعيش رضا الله عنها والضاها لما هجرنا للمدينة أصابنا وباؤها وكان بها والي يسمى بطحان كان به ماء آسل ماء يعني راكل فأصاب المسلمون الحمى فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغير وضع هذا الوادي وقال وادي بطحان هذا على ترع من ترع الجنة أو على بركة من بركة الجنة وشحز هم الصحابة في أن يقوموا أن يعملوا بالزراعة حتى صار جنات ونخيل إلى الآن يسمى بفضل الله سبحانه وتعالى وبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وادي مشهور جدا أيضا في المدينة على بعد بساتها من المدينة اسم وادي خضرة الذي غير اسمه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمى بوادي غضرة فلما نظر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على أن يقوم بزراعته والسصلاحه وأقطع لهم إقطاعات وأعطاه معطيات صلى الله عليه وسلم فقام الصحابة جميعا وقال وسمه قال هذا ليس وادي غضرة بل إنه وادي خضرة سمناه رسول الله عليه الصلاة والسلام فببركة هذه تسمية أصبح هذا الوادي مليئا بالخضار وبالزراعة وبأشجار النخيل حتى قيل أن سوق التمر كان يُعقل في هذا الوادي ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمعنى الذي نريده أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بهذا الدين الحنيف جاء لنظم حياة المسلم كابلا من حياة روحانية مع الله عزالوا علاقتهم بالله إلى حياة العامة من مأكل ومشرب ومن صناعة وتجارة حتى عيش المسلم مرفوع الرأس جميعا نحفظ أن الأمة التي لا تملك قوتها ولا يخرج قوتها من ضربة فأسها لا تخرج كلمتها من رأسها هذه مهمة جدا والأمة الإسلامية الآن إلا من رحم الله أمة مستهلكة ولم نصنع إلى القليل أقل المثال سدف الصالة اللي نصنع عليه نصنع مين؟ المسبحة اللي نصبح بها إلا من رحم الله المسلمون ما صنعوا إلا القليل ونحن أمة إقرأ فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام حاس الصحابة على الإبداع في كل منحة من مناحية الحياة في مجال الزراعة الله يقول أفرأيتم ما تحرثون ليه ربنا يبيني الآيات دي عشان يقول له خذ بالك أنت بس اشتغل خذ بالسبب وربك هيديك أفرأيتم ما تحرثون ربنا ما قالش في أفرأيتم ما تزرعون لأن زرع الحقيقة هو من؟ هو الله سبحانه فعلا قال الله أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أفرأيتم والماء الذي تشربون الله سبحانه تعالى يريد أن يرفض أنظارنا إلى ما في هذا الكون من خيرات ومن ثمراه حتى المسلم ما يعيش عالى على أحد والأمة الإسلامية تكون أمة لها استقلالية وسيادة نسأل الله تعالى أن يرينا هذا عما قريب إنها سمع الزارعين من خلال أمس さه جميعا نحن استقلال الأمس يريد أن المسلم أن يكون في أن يحب في كل مستخدمة إذا قلت المسجد يجعل المتضاق بين المسلمين ويجعل المرات بين المسلمين وقامت المنطقة للسلمين وقامت المنطقة للعجمال وقامت المنطقة الزواجة 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 من رسول الله عزيز المنطقة للبطحان ومعن المنطقة للخضرة رسول الله عزيز فعلها للجميع لماذا؟ لأن الإسلام لتحضرنا نفسنا ليس فقط لأتي إلى المسجد لكن لأخذ كل المسجد ومعن المنطقة للخضرة وما يحبن يتعلم من ذلك من رسول الله عزيز اللهم أغفر ذنبنا اللهم أفق صدرنا اللهم يسر أمورنا اللهم أتفننا وانترض عننا اللهم إني الأسابك رضاك والجمنا ونعوذ بك من صفتك والنار اللهم أغفرنا في هذا المعظيم لنبغ إلا غفرته ولا مريضا أشفيته ولا هم إلا فرجته ولا لن إلا أديته ولا حاجة من حال الدنيا إلا قضيتها وإسرتها برحمتك ورحمة الرحمين اللهم اغفر لي أبعينا ومهادنا أحيانا ومواتا اللهم ألفين قلوبنا اللهم إن نسألك أن تسلل سخيمة صدورنا اللهم وحد على خير قلوبنا اللهم وحد أمة الإسلام وجمع كلمة الإسلام وعلى راية الإسلام يا رب العالمين اللهم اغفر وارحم وتجاوز عمن تبه إنك أنت الله أبو الأعزو الأكرم هذا وما كان من تفيق من الله وما كان من قطئنا وسهل الأوزال ومسيان إني ما شيطان الله هو رسوله وإنه بريئان واقم الصلاة والصلاة كانت عنك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد